السلام عليكم مرحبا بكم انتمنى تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبتلكم اليوم كما عوتكم مع روتيناتي اليوم رح نشارك معكم روتيني من عند الأم التاعي باش نحضر معها للعيد كما نعفو العيد رعال أبوبا رح نشارك معكم كامل من اللي رحت حتى نوليت كما كم تشوفو هناني فالطريق بعد ما وصلت فطرنا كيف كيف أصهرنا الغدوة من ذاك الحاجة اللولة اللي بديت بيها بديت ندير في الميناج كما كم تشوفو نفط تكامل الفراج من ساح تكامل ما بلتاع السالون تعليشون بغتاع الكولواخ من بعد سياق بسياق قشاب بخرش ليتابي اللي كانوا مغبرين للحاوش غسلتهم بالنسبة ليتابي أنا نغسلهم باللي كي تاع العملاق اللي جير قابصة تعوفا بعد ما كملتهم رحت للصال دوبا كما كم تشوفو هناني رغويتو كامل شللتو من بعد جبتو خشون نشفا مساحتو بشي بغتاع من قالك هذك الفيانسي بري كما كم تشوفو لبنات أنا هذ الفيديو درتو تحفيزي اللي راها عيانة ولا عجزانة بني تشوف الفيديو رايحة تتنشط ان شاء الله يا ربي ومام اللي عارفة وميمتها عيانة ومتنجمش تخدمو ولا هكا روحي عاوني وميمتك مكاش كما دعوتها الخير احنا لبنات بعد ما كملت كامل السال دوبا نقيت هذ الفيانس اللي جاي في الدخلة ثاني قدرت له رغوة وشللتو كامل من بعد نقيت البلافون نقيت البلافون هذو كتاع البلاستيك مام هذ البيبان منين بلون يبان فيهم اي طاشات بين فيهم ثاني كنقيتهم ساحتهم امليح من بعد رح انقيت هذ الابابو اغسلت هذو تاع الصابون وتعليب غصادون قدرت لهم رغوة خفيفة من بعد شللتهم احنا رح ندين شوية ايزي شوية جابل ونبدأ نحق نحق كامل هذك الرخامة مع هذوك الحيطة بسكوم الفقراني كامل نقيت كي ما تقول شو ميمتي مزيلا ننقل وكان يبقى مكاش كي ما ننقل والله العظيم منكذبش عيكم انا منين نقيم حسب الراحة حكيت هذك الابابو فوت عليه كامل هكا نقيت كي ما كم يتشوفوا غيب له جابل ولي ايزي زلب خدويل اوالو هكا وتنقى وكل شي ولا يبري من بعد بعد ما حكيت كامل جبت هذك الطاص وبدأت نشلل فيهم اللبنت بالنسبة للافايانس تاك باش يبقى يبريه منين بتنغسله وتشليه دي ما فوت عليه بتوخشن سوات على الكوزينة سوات على السال دبن سوات على الكول واق راح يبقى يبريه لك بساح منين تشليه وما تمسحيه راح يبقى فيه الليت خاصت على الماء اهنا بعد ما شللت كامل راح نجي بتوخشن ناشفه ونبدأ نفوت كامل على الافايانس وعلى الخام وعلى البوتاجي كما راكم تشوفوا هكا فوت عليهم نستمسح الثاني كهذو كباش يبقى وناشفين بعد ما نشفت رجعت كامل السوال حلي كانوا مع هذك لافابو كما كم تشوفوا من بعد سياقت حكيت كامل الارض من بعد جبت الجفافة هذي كنشفت كامل الارض هذيك و جبت لي تابي كما كم تشوفوا فيهم حطا يدهم من بعد بعد ما كملت كامل الارض سوف نشارك معاكم لافابو بعد ما نقيت كما كنت شوفوا سوف نشارك معاكم واحد الفكرة والتي هي هذا الرفوف الزجاجية في هذو الرفوف وهذا الرفوف يتم زوجة في الحيط كما اكتشون كما تشوفوا نشارك هذا الاسريك كما تشوفوا نزحقهم من أحب النقي غليسيرين طالك شعر فازلين و هذا الزوج يوجد فيه غير الانجات والقطنتيش كما ترون هذه مجرد في كاراباك هنا لبنة بعد ما كملت كامل الميناج هنا 10 حبات تعبيض خدمتهم طرونية أو طرنو و سوف نرى الكمية نعرف بأن الأعياد لا يوجد فيها طرنو أو طرنية من بعد ما كملت الطرنية غضوة من ذلك قدرت البقلاوة كما ترون اسمحوا لي هنا لم أشاركت معكم الفيديو لم أكن لدي الوقت بالصح لم أحبت نبخل عليكم قلت لكم اليوم المهمة كما ترون نورق فيها بالميزينة لم أقلت تعبكري قدرت تحلوها في هذا الحلل و نقوم بميزينة نجيب زفشة بوضجي مورقة اللي حبت الوصفة سوف نقوم بها في فيديو آخر تخليلي برق تعليق أهنا بعد ما كملتها و ورقتها و قدرتها على فخستها قد قطعتها و قدرتها طابت بعد ما طابت سوف نبرها لكم بعد ما طابت تخرجتها من الفور بديت نديرها في العسيلة خليتها ليلة كاملة باتت تشربت لغدوان منذ قطعتها و كما راكم تشوفوا فيها جتني قليل بخمسين لحظة المهمة لبنات هذا النوع ازاي و اشتاعي قطوا النوع الثالث هو اللي كنت شاركته معكم و ادرتو لكم في فيديو هو قطت على الفورماج اللي يجيب ازاي في شباب يجيب في الفوم درتوه بشكل عالي و درتوه بطريقة جديدة راح نزيد نشارك معكم النوع الثالث واللي هما ليسابلي ليسابلي درت عاجينة واحدة باك و الديكور ما درتش كيف كيف درت هذا الدائرة و درت لها وريدة بالبيض و كنت درت لها غلاسات شوكولة و درت هذا الكاغي و درت له بالأغجون درت له انفلوغ بالأغجون مع البياغ هذوك و درت هذا الحبات على قلوبة كما راكم تشوفوا فيها قلوبة ثانية قامل نفس لغلاسات شوكولة و درت لهم هذيك الحبات على الحلوة اللي راها تنبه و كما هذ الموديل كان باقي لي القوف فريط و كوكوك و درت كل شيء درته صن كويسه و غطسته في شوكولة و الغريبية بلا ما ننسى اهنا بعد ما كملت كامل قاطو و كملت الميناش الليلة اللي قبل ما نروح فيها هذا العشاء اللي درته و درت شواء وحريها و درت بورك اهنا ثانيك حبيت نشارك معاكم بالنسبة للفكرة اللي حبيت نبديها لكم اللي ما عندها شوية و ما عندها شلف حم و كل واحدة و كيفش انا شوان شوي في هذا الطاجين ايجيني بزاف شباب و بزاف ابنين هذا الطاجين هذا تعلم حاجب و لا تعب غريل كل واحد فوش يستعمل و كالي يستعمل و كالي يستعمل فرقك انا نرمان نشوي فيه و نعود ندير فيه حاجب ما رايح الاستقليم اوالو بطس دهنين الخطرة الأولى بالزبدة اللي بغوشات درتهم بسكالوب درت لهم السلسات تاعهم تاع الزيت و خلوه موطارد و الجي بيز و قانتيتي درتها نورمال اللي بغوشات و احدهم غيسكالوب و نصف واحد اخر درت له الفلفل و درت له طوماتيش احنا راح نشوي كامل هذك الاسكالوب و الكبدة نخليها هي التالية بس كنعرفوها بالخفة طيب اشتغل احنا راح كذلك اشتغل اشتغل احنا شوك اشتغل احنا احنا كنا عزبت الفكرة الذين سعجبوها اشتغل سوف نقوم بتقوم بسنو طريقة تغلفتو بالاليمنيوم كما ركما تشوفو فيه من بعد نضيفه البغشات قبل ما درت البغشات درت وريقة تعصلاتها و ستفتع لهم البغشات و حبات الزيتون نحن نرى تحت بضع قليلا بدأ يتحمر وبدأ يطعب لن أخبركم الأجواء كما دار الوالدين والله العظيم واحد الأجواء تحسي صح تفرحي هاكم ميمتك تفرحي أختك تفرحي أخوك رائعة وما كما دعوت الخير والله العظيم المهم لابنات هنا بعد ما كملتها سأقول لكم ديكوغلي ديكوغيت كما قلت لكم ديكوغيت الآليمينيوم درتوا ريقات 3 ومبعت التفتع لهم اللي بغشت وهي اللي كمه الطابلة بعد ما حضرتها كنت حطيت هذى الكيسان تعل حليب و تعليموناد و الجو حطيت هذا الشواف الوز تتمر الحذيرة أهنا البورك كنت فخصيته غيب الطن والفورماج هذه الفخص في دانا يبغوها يموتوا عليها كنت درت المطلوب وخبز الدار كل واحد كيش يسمني لابنات هذا هو كامل روتيني راح نشارك معاكم الصهرة وش دنة اهنا درت السق طايف ودرت الشامية اللي كنت شريتهم ندرت فاكيا افلون وقهوة وهنا الذهاب الى الدار الرجوع الى الفيت هذا هو كامل روتيني لابنات شاء الله نتمنى كنعجبكم شاء الله ما كنت تتقيل عليكم من اول مرة ديش في القناة ماذا بيه ندير اعبوني واتفعل جاس باش اي جديد يوصل اقولكم تهالله في رواحكم صحة عيدكم وانعاد عليكم بس احاول احنا نقولكم الفيديو واحد وخر ان شاء الله صح الله وفير رواحكم اخواتي اتين حبكم بزا 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 بسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة